أعلن الجيش اللبناني القبض على أحد المتورطين في إطلاق النار العشوائي الذي حدث في منطقة خلدة جنوبي العاصمة بيروت وأكد الجيش في بيان له أنه تم مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجرى المتابعة لضبط باقي المتورطين وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت أنه أثناء تشيع جثمان المواطن علي الشبلي في منطقة خلدة أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشيع ما أدى إلى حصول اشتباكات أصفرت عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين وأحد العسكريين